موسيقى حياكم الله أعزائنا المشاهدين وأهلا وسهلا بكم هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد في هذه الحلقة نصلط الضوء على تجربة لشاعر ذق مرارة الغربة أما تجربته فدربته ورفعت من قدر ألمه تماما كما رفعت من قدر أمله إنه يرى بأن الشاعر عليه أن لا يكون ذا لون محدد وإنما عليه أن يشبه الماء وإن كان شفافا إلا أنه حينما يسقي الأرض العطشة يخرج منها نباتا مختلفا ألوانه يخرج منها أشكالا شتى من الألوان المتعددة التي تصل إلى كل قلب وكذلك تقف على حلم كل روح ترى في هذه الألوان الكثيرة من الحياة والكثيرة من الأمل مشاهدين في هذه الحلقة معنا هنا في الأستوديو الشاعر السوري الجميل ناصر قراء أغلان حياكم الله وأهلا وسهلا بكم في بيت القصيد تحياتي أستاذ مصطفى شكرا لك على هذه الدعوة الكريمة وأوجه تحية أيضا لكل المشاهدين الذين يتابعوننا سواء على شاشة التلفاز أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يا سلام عليك أنت أشرت إلى ما لم أشر إليه طبعا وأشكرك جزيل الشكر على هذه المقدمة الرائعة الجميلة أيضا تسلم تسلم يا ناصر قبل الشعر وقبل الحديث كثيرا في مواضيع نقاشية متعددة فلنعرف الجمهور أكثر على ناصر قراء أغلان الشعر السوري ابن سوريا تفضل طبعا ناصر قراء أغلان من موليد حلب ولدت قبل خمسة وثلاثين عاما درست في جامعة حلب قسم اللغة العربية وتخرجت منذ أحد عشر عاما تقريبا نعم والآن تغرب في الغربة وأعمل في مهنة الإنشاءات كما يقال في عمل الدهان أنت رجل مثابر إصامي نعم لا يخلو عملك حتى من المغامرة والتعب فكرة الشاعر الحالم الذي يقضي حياته أو أغلب أوقاته ما بين الأوراق وما بين المحابر لا تراها أنها تعترض مع فكرة الشاعر الذي ينحط في الصخر الذي يحمل مثلا دعنا نقول الأدوات الثقيلة ويضرب بالصخر بحثا عن لقمة العيش كيف يمكن التوفيق بين هاتين الحالتين المتناقضتين ربما والله بفضل الله سبحانه وتعالى يعني أنا شاعر والشاعر مهمته أن يجعل الحياة أجمل نعم وكذلك الأمر بفضل الله أنه جعلني في مصلحة تجعل المنازل أجمل ربما في مهنة الدهان فكان هناك توافق بينما أنا عليه في الشعر وبينما أنا عليه في الحياة العامة ربما يكون الأمر صعبا أن يترك الشاعر شغفه وحبه وقراءاته ويتفرغ لأعمال عضلية تحتاج تعب ربما تحتاج جهدا كبيرا نعم لكن هذا قدرنا والشاعر في كل الأحوال هو في الحقيقة ليس خارج العذاب الشاعر هو شخص متعذب حتى وإن كان على الورق يا سلام هل خطر لك يوما وأنت تمارس مهنة الدهان أن تكتب بيت شعر ومن ثم تقوم بطلائه والله بصراحة لم يحدث هذا ولكن حدث أنني دائما في الدهان لا أستطيع أن أنسى الشعر لا أستطيع أن أنسى الشعر أقوم بقراءة قصائد كثيرة حتى وإن كنت في الدهان لا أستطيع أن أتخلى ولو دقيقة عن الشعر سواء في عملي أو في خارج عملي أو في طريقي وأنا أقود الدراجة إلى عملي هذا الشيء لم ينقطع عني إطلاقا وما تنقطع أعتبر أنني يعني بلغت مرحلة الموت صراحة يا الله نسأل الله أن يطيل عمرك حتى نسعد بقصائدك العذاب يا ناصر قبل أن نذهب للقصيدة الأولى نعم يعني كل شاعر له تعريفه الشخصية عن الشعر انطلاقا من ذاتيتك الخاصة ما الذي يعنيه الشعر لناصر قراءة أغلان بصراحة والله يا أستاذ الغالي بخصوص الشعر الشعر هو أن تجعل الحياة أو أن ترسم صورة جميلة للحياة مختلفة تماما عن الصورة التي هي عليها الحياة نعم أن تجعل كل شيء أنقى وأرقى أن تقدمه بأسلوب جميل أن تلامس مشاعر الناس أن تحض على القيم السامية أن تحارب الظلم هذا هو الشعر بالنسبة لي أعطينا افتتاحية شعرية قصيدة سميها ما شأت إلى الشعر الآن طبعا الآن أنا سأقرأ قصيدة الأولى وعنوانها قصيدة العار وأقول فيها عار على الشعار عار على الشعار أن يكتب غزلة ومنزل الأهل أضحى مبكيا طللا عار عليهم إذا ما أمسكوا قلما ولم يطيحوا به لاتا ولا هبلا عار وأكبر عارا منه في زمني أن يجعل الشعر من باع الحما بطلا وأن نرى شاعرا ما زال مفتتنا بالشعر منجدلا حينا ومنسدلا وأن نرى رجلا تبكيه أغنية وليس يبكيه شعب كامل قتلا يا سلام بالأمس كان ضمير الناس متصلا واليوم أضحى ضمير الناس منفصلا منفصلا فذي تراها بعيد الحب راقصة وذا تراه برأس العام محتفلا والناس هذا شريد يبتغي سكنا وتلك تبكي على طفل لها ثكلا لقد وصلنا لحد في وقاحتنا يحتاج إبليس أزمانا لكي يصلا يا الله ما قيمة الشعر ما قيمة الشعر إن لم ينتفض غضبا على الطغاة وإن لم يتقد شعل بأس القريب ما قيمة الشعر إن لم ينتفض غضبا على الطغاة ما قيمة الشعر ما قيمة الشعر إن لم ينتفض غضبا على الطغاة وإن لم يتقد شعل بأس القريب قريب لا يحررنا ولا يشق لنا نحو العلا سبلا ولا يثور على قبح ومظلمة ولا يعزز أخلاقا ولا مثلا بأس القريب إذا ما أمة يأست وراح لم يزرعا في يأسها الأمل يا سلام وأنت وأنت يا كاتب التاريخ يا وطني يا من بنورك يغض البدر مكتملا يا نازفا ألما يا طاويا كرما يا هاديا أمما يا واقفا جبلا يا صابرا ورحى الأيام دائرة جاوزت أيوب في ذا الصبر والجمل أبناء أمي أبناء أمي أدري خطبنا جللا ومن أبى الذل يأتي خطبه جللا ومن يقل لا بعصر الإمعات ففي غد يرى لديار الحق منتقلا أبناء أمي اسمحوا لي عبر قافيتي على جبينكم أن أطبع القبل يا من صبرتم على بلواكم زمنا حتى حسبتكم من صبركم رسلا لابد تفرج بعد الضيق كربتنا فالحبل منفلتا يغدو إذا فتلا غدا سيرجع طير بعدما رحلا غدا سيزهر ورد بعدما ذبل غدا سنرجع والساعات قادمة نبني المنازل إذ لا نبتغي بدلا نبني المنازل إذ لا نبتغي بدلا ما أجملها من خاتمة توطد الدرب وتمهده إلى الكثير من الأمل رغم الأوجاع التي تضمنتها هذه القصيدة إلا أن شعور الأمل بالغد واستبعاد فكرة سيطرة الإحباط على المشهد طولا وعرضا فرضت نفسها عليك فكرة الأمل يا ناصر لماذا؟ بكل تأكيد يا أستاذ الغالي نحن دائما نحيا على الأمل كما قال الشاعر ما أضيق العيش لو لا فسحة الأمل لا يمكن أن نستسلم للواقع لا بد أن نجد ثقبا نتنفس منه لا بد أن نجد طريقا ما لا بد أن نعبد الطريق حتى وإن كانت وعرة لا بد أن نجد فسحة للأمل حتى تستمر هذه الحياة وحتى لا يطمئن الظالم لظلمه ويطغى أكثر مما هو الآن عليه في هذه الأيام من مهام الشاعر أنه يشكل الوعي لدى العامة لا يقدم لهم مادة ترفيهية حتى وإن كان في الشعر ترفيه لا يقدم لهم مادة غزلية حتى وإن كان الغزل من أغراض الشعر لكن الشاعر عليه مهمة تشبه مهمة المعلم وتلاميذه أليس كذلك؟ بكل تأكيد أستاذ مصطفى الشاعر ربما هناك قلة قليلة من الشعراء تكتبوا ترفا فكريا ربما إلا أن مهمة الشاعر الحقيقية تكمن في أن يزرع الوعي ضمن في عقول الناس يزرع عندما يسلط الضوء على المشاكل التي تحدث في مجتمعه عندما يقف في وجه الظالم الله عندما يزرع بذور الخير والحب والجمال في المجتمع وبالتالي هنا يقوم بمهمة كبيرة وهي تشكيل الوعي لدى الناس قد يقول قائل يا ناصر ما قيمة أشعاركم في زمن المواجع؟ طبعا في كل زمان هناك مواجع وفي كل زمان هناك شعر يعني المآسي حدثت ربما تكون هي تكون القصائد توثيقا لهذه المواجع الله عليك أحسنت أحسنت كثيرا نحن نتذكر كثير من المآسي التي حدثت عبر التاريخ إن الشعر يلعب دور التوثير حتى لا تنسى هذه المواجع طبعا هناك أحزان يجب أن توثق ونحن كلنا نعلم القصيدة الشهيرة يعني في سقوط الأندلس نعم لكل شيء إذا ما تم نقصانه إنها قصيدة حزينة قصيدة موجعة جدا لو لم تكتب لما عرفنا مشاعر الناس الذين خرجوا من الأندلس في ذلك الزمان؟ بكل تأكيد لذلك الوجع والشعر بصراحة عندي يتولد من الوجع لا شعر دون وجع وأنا قلت في قصيدة مقصائدي لا يكتب الشعر إلا عاشق جرحة وبالتالي ربما يكون الوجع مصدر كثير من الشعراء مصدر إلهام من لدى الشعراء جميل جدا أستاذ ماصر وقبل أن نواصل نقاشنا نريد منك قصيدة جديدة طبعا أنا سأقرأ القصيدة الثانية عنوانها قصيدة الحزن نعم تفضل لا تعذ لي شاعرا لا تعذ لي شاعرا بالحزن قد صدح لا تعذ لي شاعرا بالحزن قد صدح إذ بات جرما عليه أن يرى فرحا قد غلق الحب أبواب السرور له وكل باب أسا في وجهه فتحا ما عاد يقدر أن يحيا بلا وجع كأنما صدره للآه قد شرحا النور النور لما رأت عيناه صار دجا وكوثر الماء لما ذاقه ملحا همومه كصروف الدهر تطحنه كأنما هو حب والهموم رحا ذاك الذي كان ذاك الذي كان تأتيه الورى زمرا لتنتشي بحروف تعجز الفصحة أضحى وحيدا أضحى وحيدا أضحى وحيدا شريدا ليس يعرفه إلا المواجع والتسهيد والبرحة الله يعلم كم عيناه قد نزفت وقلبه الطيب الحساس كم ذبح حسناؤها أنذا حسناؤها أنذا في غربتي قدري أن أجرع الحزن كرها موهنا وضحى ألفت شرب جرار الحزن من زمن فلست أقبل لا كأسا ولا قدحا ما لنديما ما لنديما سوى حزني ينادمني إن كنتم اغتبقا أو كنتم مستبحا ما لي صديق سوى حزني يرافقني فأي ذنب تراني كنت مجترحا الحزن ما لي صديق سوى ذنبي يرافقني فأي ذنب تراني كنت مجترحا ما لي صديق سوى حزني ينادمني فأي ذنب تراني كنت مجترحا كأنما الحزن قبلي كان في سنة وحين جئت إلى هذا الوجود صحى يا سلام الحزن أوفى صديق الحزن أوفى صديق إن أقمت يقم وإن رآني يوما نازحا نزحا إني أنا العاشق المحزان خافقه من شدة الحزن أبدو دائما فرحا إني بلاد أسا إني كتاب شجن إني مرء ببحار الآه قد سبح جرحي مداد يراعي ملهمي وجعي لا يكتب الشعر إلا عاشق جرحا لو قيس همي بهم الناس أجمعهم لكان همي جميع الناس مكتسحا ما قلت يوما لدهري ما قلت يوما لدهري رغم قسوته كفاك يا دهر إن الكيل قد طفحا ولم أذم ولم أمدح صنائعه فالدهر ليس يبالي ذم أمدح فلا تلومي ولا تستغربي أبدا فاليوم كل غموض بات متضحا لم يبقى عندي ما أحكيه فاتنتي إلا ختامي بما قد كنت مفتتحا لا تعذلي عاشقا بالآه قد صدحا قد كان إثما عظيما أن يرى فرحا يا سلام أجملك يا ناصر مبدع حقيقي وشاعر مطبوع أرجو للفرح أن يظل ملازما لك وأن لا يطل غيبته عنك سنخرج الآن إلى استراحة مشاهدين الكرام نخرج إلى فاصل ومن ثم نواصل ابقوا معنا شاهدين الكرام ما زلنا في هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد في هذه الحلقة معنا هنا في الأستوديو الشاعر ناصر قراء أغلان وجدد الترحب بك ناصر أنت شاعر على ما يبدو أنك تنادي الحزن وإن كان الحزن أصمن ربما بذرت في وجهه الأذنين حتى يسمعك ويلبيك لماذا كل هذا التصومع في جبة الحزن يا ناصر والله يا أستاذ مصطفى لأن الحياة هي التي فرضت علينا أن نكون حزينين فما جرى لنا وما جرى لبلدنا من أعمال نعم الدمار والتشري نعم نعم فجعلنا مرغمين على أن نسكن في الحزن وأن نسكن في الوجع ولا يمكن أن يكون أن يكون الشاعر منفصلا عن واقعه وعن حياته أن يكون جالسا في قصر من الفرح وهو في الحزن أو أن يصور للناس أنه جالس في قصر من الفرح وهو في بوتقة الحزن يا سلام عن وجعك الحلبي يا ابن سوريا نعم قل ما تحب عن تلك الذكريات عن تلك الأيام الخوالي عن ما يتوفر لديك من أمل بأنها ستعود وستعاود الكرة وستحتضن ترابها وجدرانها وتقبل ثراها وناسها كلمنا قليلا عن موطن النشأة والأمل الذي تتمنه من بعد ألم والله بكل تأكيد أنا أتمنى أن أعود إلى هذه المدينة الكبيرة الكبيرة المدينة التاريخية مدينة حلب التي خرج منها عدد كبير من الأدباء أتمنى أن أعود إلى حارتي إلى هذه الحارة الشعبية الجميلة وأن ألتقي بأصدقائي الجميلين أتمنى أن تعود تلك الفترة الفترة الذهبية بصراحة في حياتي التي عشتها هناك كانت فترة ذهبية بكل ما تحميل الكلمة من معنى حيث السمر واللهو واللعب وتداول الأشعار وقراءة الأشعار والذهاب إلى الجامعة والأيام الجميلة مع زملائي في الجامعة ومقابلة الدكاترة الرائعين هناك في الجامعة أتمنى طبعا وإن شاء الله ستعود هذه الأيام بإذن الله سبحانه وتعالى ستعود إن شاء الله ونحن دائما نعيش على قيد الأمل إن شاء الله تعالى جميل جدا ونحن كذلك نعيش على قيد الشعر والقصيدة التي تفتح أمامنا أبواب معانقة الشمس تماما كما قلت ومن الشعر ما يكتب لتوثيق مرحلة أو توثيق شعور أو توثيق ألم وربما كان من الشعر ما يفتح أمامنا أبوابا من الأمل خذنا إلى قصيدة جديدة يا ناصر والله الآن قرأت في الحزن وأريد أن أتابع أيضا في الحزن اقرأ لما تحب سأذهب إلى قصيدة في رثاء أبي رحمه الله رحمة الله عليه الذي توفي وأنا في العشرين من عمري يوما سيأتي يوما سيأتي ما له من يمنع يوما سيأتي ما له من يمنع أتظن أني بالبكاء سأرجع لا تبكي يا ولدي فإني لم أجد في الدهر ميتا أرجعته الأدمع أبني إن الموت فعلا موقنا حقا على كل العباد سيدفع مهما يعمر في الحياة معمر مهما يعمر في الحياة معمر لا بد من يوم به سيودع أبتاه أبتاه ذي روحي وهذه مهجتي هذه عيوني والحشا والأضلع إما تشأخذها ولكن لا تقل آن الرحيل فإن ذلك مفجع فإذا رحلت فإذا رحلت من الذي سيكون لي سندا كمثل الطود لا يتضعضع أم من سيغمرني بفيض حنانه أم من على شفة السرور سيطبع أم من بلحيته ألوذ وثغره أم من بعض بنانه أتمتع أم من أفيق على شذاف جانه فإذا نأى يسعى ذهبت أودعه يا الله وإذا أراه قادما من سعيه فلفتح باب البيت حالا أهرعوا وأفك أزرار القميص وأرتمي في جنة الصدر الرحيم فأهجعوا هل من أبن هل من أبن في الكون مثلك يا أبي فيه المزايا هذه تتجمع بالله لا ترحل بالله لا ترحل وتكسر خاطر إن الخواطر كسرها لم وجعوا وأتى اليقين وأتى اليقين ودون أي توقع والموت أمر ليس فيه توقع جاء اليقين فكل نور ظلمة لما رحلت وكل خصب بلقع جاء اليقين فآهي كم من مقلة تبكي وكم من خافق يتقطع وذهبت وذهبت لم تعبأ بهذا كله فكأنما تحت الثرى لك مطمع الجمع قد صلى عليك مودعا وبقيت وحدي فوق قبرك أدمع أتذكر الماضي الجميل بحسرة أتذكر الماضي الجميل بحسرة وأقول آه يا أبي لو يرجع أتلو شريط الذكريات وكلما شاهدت ذكرى كدت منها أسرع فأراك متجعا سريرك مثلما ملك بأعلى عرشه يتربع تقري الضيوف مؤهلا ومسهلا وكما استضفتهم أراك تودع فالجود طبع من طباعك يا أبي والجود في باقي الرجال تطبع وأراك في غسق الدجا فالجود طبع من طباعك يا أبي والجود في باقي الرجال تطبع وأراك في غسق الدجا مستيقظا وتكبر الله العظيم وتركع متضرعا لله يا حبذ المتضرع الأواب والمتضرع وتعلم القرآن طفلك جاهدا والطفل بالكلمات كم يتتعتع يهنيك يهنيك تسقى عند ربك كوثرا يا السلام وأنا بفقدك حنظلا أتجرع يهنيك تنعم في فسيح جنانه وأنا بسرداب المآسي أقبع يهنيك تسقى عند ربك كوثرا وأنا وأنا بفقدك حنظلا أتجرع يهنيك تنعم في فسيح جنانه وأنا بسرداب المآسي أقبع قاسية هذه القصيدة يا ناصر قاسية جدا بكل تأكيد لأن رحيل الأب يعني مصيبة تقسم الظهر ومصيبة قاسية جدا ولا يعدلها مصيبة صدقت لذلك جاء ربما جاءت الكلمات على حجم الوجع صدقت فعلا حسنا ربما يقول قائل يعني يلقي قصيدة عن أبيه من بنات أفكاره كتبها في لحظة حزن ولم نرى له دمعة هنا ربما يحضرني قول أحدهم إن دمعة خفية ربما تكون أصدق ألف ألف مرة من دمعة ظاهرة ودموع القلب ربما كانت أصدقه من دموع العينين الظاهرتين بكل تأكيد أستاذ مصطفى يعني لا شك أننا بكينا كثيرا وربما جفت بئار الدموع يا سلام في أعيننا على هذه المصيبة وبالتالي الآن وعلى غيرها أكيد من الأحزان الكثيرة التي تستدر الدموع نحن الآن نعيش ربما قرنين من الحزن يا الله ليس قرنا واحدا وبالتالي هي حالة ربما هناك من يبكي هناك من يتأثر داخليا كما تفضل يكون القلب أبلغ من بكاء العين بكل تأكيد الآن عن فكرة الحب والأمل السعادة وعدم الاستكانة إلى اليأس الشاعر مثلما اتفقنا كما يوثق الحزن يوثق المرحلة يوثق الفاجعة يوثق الوجع أيضا مطلوب منه أن يحاول أن يسهم قدر المستطاع بابتكار الحلول أن يسهم بتذكير الناس بكل ما يجعلهم أقرب إلى النور لا يكتفي بلعن الظلام وإنما يشعل الشمعة وربما دل غيره على آلية وكيفية إشعال هذه الشموع من وجهة نظر ناصر في تجربته الشخصية هل ترى أن تجربتك تحتوي الآخر إلى جانب احتوائها إياك؟ أم أنك منغلق على نفسك وعلى أحزانك وعلى أوجاعك وعلى قصصك الخاصة فقط؟ والله يا أستاذ مصطفى بصراحة كل شاعر عندما يكتب عن معاناة خاصة أو عن تجربة خاصة مرة بها لا شك أنها تنطبق على الكثير الكثير من غيره وبالتالي اليوم عندما أكتب أكون مثلا في حالة حب أكتب عن الحب فهذا ينطبق على كل المحبين ربما لهم حال كحالي وأنا تكلم بألسنتهم وعندما أكون حزينا وأكتب عن الحزن وبالتالي أيضا سيتفق معك كثيرون بهذا الحزن وعندما أكتب عن المأساة وعن التشريد وعن كذا فهناك أيضا من سيتفق معي وبالتالي لا يمكن أن تقول أن الشاعر إذا كتب عنه شخصيا أن يكون منغلقا على نفسه لأنه بكل تأكيد سيصيب شخصا آخر وإن أصاب شخصا واحدا فهو بهذا خرج من دائرة الأنا إلى دائرة أن يشمل الآخر أنت هنا تحيلنا إلى فكرة وتؤسس لها يا ناصر أن الكل يشعرون لكن القل من يعبرون عن هذا الشعور وهؤلاء هم الشعراء ليس لأنهم يشعرون فقط بل لأنهم الأقدر على التعبير عن هذه المشاعر طبعا بكل تأكيد الشاعر ربما يمتلك طاقة كبيرة أكثر من الإنسان العادي لأنه يمتلك هذه الشيء المميز ألا وهو الشعر وبالتالي يستطيع أن يعبر يمتلك اللغة يمتلك الصورة يمتلك الفكرة وبالتالي يستطيع أن يلامس الناس الآخرين سواء كانوا في حالة حب في حالة حزن في حالة نشوة مثلا في أي حالة من الحالات التي يعيشها الناس بين الحب والشعر لا بد من إجابة شعرية الآن على هيئة قصيدة أو هي قصيدة طبعا الآن سأقرأ قصيدة عنوانها ثورة على الحب والشعر يا سلام أي حب يدعيه الأصدقاء أي حب يدعيه الأصدقاء وقريض يدعيه الشعراء ليس حبا ذلك الحب الذي كل يوم فيه وعد ولقاء إن أتى الصبح ففي جامعة وعلى الهاتف إن جاء المساء يبتغون الحب صيفا دائما حيث تنم الأرض أو تصف السماء وإذا ما غيمة قد ظهرت لم يعد ثم تود أو إخاء ينكر الماضي سريعا فكأن لم يكن بينه موحاء وباء وجمال الأمس يغدو اليوم قبحا والمواثيق بها يلهو الهواء غيمة واحدة غيمة واحدة قد أظهرت أن هذا الحب زيف والدعاء لا يسمى الحب حبا لا يسمى الحب حبا طالما لم يكن فيه عذاب واكتواء لا يسمى الحب حبا عندما ينقض العهد ولا يرجى الوفاء أي شعر يدعيه الشعراء وغرام يدعيه الأصدقاء ليس شعرا ذلك الشعر الذي ليس فيه من بيان القول ماء ليس شعرا أبدا ما لم يكن فيه للقلب وللروح غذاء يا سلام مخطئ مخطئ من ظن أن الشعر تقطيع عروضي ولحن وغناء إنما الشعر إذا لم تدركوا صارم فيه على الظلم قضاء إنه شعلة شعب ثائر ما لها رغم الأعاصير انطفاء إنما الشعر اقتحام الموت إنما الشعر اقتحام الموت بل إنه الموت الذي فيه البقاء حان وقت الثورة الكبرى حان وقت الثورة الكبرى على كل قبح جاءنا منه الوباء فافهموا يا معشر العشاق قولي وفقهوه جيدا يا شعراء وفقهوه جيدا يا شعراء أحسنت بالبيت الختامي دائما أنت تسعى إلى تكريس الصدى في الختام تماما كما يعني تذهلنا بمفاجآت المفتتح دائما لديك براعة في الاستهلال وكذلك جودة بيعني ما تختم به من أبيات هذا رأيك متلقي وأكيد وأيدني به كثيرون يا ناصر سنخرج الآن إلى استراحة جديدة شهدين الكرام إلى فاصل ومن ثم نواصل أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى وصلنا إلى الفقرة الختامية في حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم بيت القصيد مرحبا بك ناصر من جديد حياك الله قبل أن نكمل حديثنا بمضمون القصائد وقبل أن نواصل هذا النقاش العذب بحضرتك وإطلالتك الجميلة نريد أن تأخذنا إلى قصيدة وبعدها نذهب إلى نقاش يتعلق بمستقبلك الشعري وما ترجو أن يتحقق تفضل يا ناصر طبعا الآن سأقرأ قصيدة قديمة نعم يعني كتبتها منذ خمسة عشر عاما على ما أعتقد وهي كانت في طور أو في وقت النشوة ومرحلة الشعر يعني كنت أعيش وقتها مرحلة الشعر نعم قصيدة عنوانها مالء الدنيا وشاغل الناس يا شاعرا يا شاعرا يجل الظلام بشعره يا شاعرا يجل الظلام بشعره وتفوح أزهار الهوى من عطره يا من يحول كل فصل بارد للهيب بركان يذيب بحره يا من يحرك في السماء كواكبا ويغيب أو يبدو الضياء بأمره يا من أرى الكلمات تصرع بعضها حتى تمر للحظة في فكره يا من تلاعب بالحروف كأنما طفل يداعب ماسة في صدره يا من إذا ذكر اسمه في مجلس تهتز أعمدة البناء لذكره ما أن تقول ما أن تقول أذهلت عقلي يا فتى وجعلته في حيرة من أمره يا شاعري يا فاتني ومعذبي أهواك فليدري الوجود بأسره يا سلام أنا ضحكة الطفل الصغير أنا ضحكة الطفل الصغير ودمعه وأنا الغرام بحلوه وبمره أنا بر كل معذب في بحره أنا بحر كل معذب في بره وأنا نديم الحب وأنا نديم الحب كل عشية أسقى بكأس من معتق خمره فأروح سكرانا وأغدو عاشقا مثل العباب بمده وبجزره لا لا يقاس الصب ساعة صحوه لكن يقاس الصب ساعة سكره أنا شاعر حي فإن دخل الثرى نظم القصائد وهو داخل قبره حسناء لا تستغربي فأنا الذي عشق الكتابة مذ نعومة ظفره جميل وأنا الذي جاءته أوراق الهوى فروى تعطشها بزمزم حبره وأنا الذي شربت عقول زمانه ماء النبوة من قصائد بحره وأنا الذي درت السماء بحبه ودرى به الضب المقيم بجحره حلقت حلقت في بحر الخيال مغردا ونقشت شعري في دفاتر دره وذهبت أجلس فوق عرش محبتي وتركت للدنيا مهمة نشره الحب قصر الفخر الحب قصر الفخر شاعره أنا فليجلس الشعراء خارج قصره أنا ذلك المجنون فاق جنونه عقلاء أمته وساسة عصره أغراه كنز الشعر فاستبق المدى والكون كل كنوزه لم تغره سيف أنا سيف أنا في وجه كل معارض للحب للغزل الجميل وشعره بحر عظيم ليس يعرف شاطئا في سطحه تحيا الحياة وقعره صب ليلبس أبجديات الهواء مثل ارتداء حزامه في خصره قدر أنا قدر أنا يا عاشقين فآمنوا إما تروه بخيره وبشره وبشره وأنا صراط العشق لن يلجى الورى عدنا إذا لم يعبروا بممره أنا مالئ الدنيا وشاغل ناسها وأنا القصيد بعجزه وبصدره يا سلام ما أجملها هذه القصيدة الشفيفة اللطيفة الندية جدا يا ناصر يعني كما لو أنها صالحة لكل وقت ولا أظنك إن كتبتها اليوم ستكون يعني مختلفة عن جودتك أو إجادتك لها حينما كتبتها قبل خمسة عشر عاما إنما هذه القصيدة هكذا برصانتها بمتانتها بسبكها وبجمالها وبكل مضمونها تصلح لكل وقت ولا يمكن لشاعر أن يكتبها بأجمل مما كتبت عليه أحسنت كثيرا يا ناصر أنت والشاعر إلى أين تمضياني إلى أين تذهباني ما الذي تريدانه من بعضكما صارحنا والله يا أستاذ مصطفى الصراحة إذا أردنا أن نعرف إلى أين تأخذنا طريق الشعر فربما أعتقد أنه يتوقف الشعر أجمل شيء في الشعر هو أن نمضي في المجهول يا سلام من أغرب الإجابات التي مرت علي في تاريخ هذا البرنامج أن يقول شاعر لا أريد أن أعرف إلى أين سيأخذني الشعر لأن أجمل ما يمكن أن يأخذني إليه الشعر أن يأخذني دائما إلى المجهول وبالتالي في رحلة هذه المجهول في هذه الرحلة يستكشف أشياء كثير من اللذة طبعا بكل تأكيد وتحدث هناك أشياء ربما تلهمه قصائد وتلهمه أفكارا شعرية جديدة لم يكن قد وضعها في حسبانه لأنه مجرد أن نعرف إلى أين سيأخذنا هذا الطريق ربما تفسد لذة الرحلة نعم إذن هو مشروع حياة لا مشروع مصلحة بكل تأكيد حسنت حسنت كثيرا يا ناصر طيب عن فكرة يعني الجيل الموجود اليوم الذي يعزف عن القراءة الشعرية وتجده يعني يهتم أكثر بالأجناس الإبداعية الأخرى ونحن أمة الشعر والشعر كما تعلم ديوان العرب طبعا ما الحل مع هذا الجيل هل من طرق معينة هل من أساليب معينة هل من أفكار معينة باعتقادك ممكن أن تعيده إلى جدة الشعر ويقرأ الشعر أم أن المشكلة في الشعراء أنفسهم والله بصراحة يعني هذه المسألة أنا أرجعها إلى طبيعة الحياة العامة التي يعيشها الناس الحياة التي أصبحت حياة مادية نعم بالدرجة الأولى لذلك عزف كثير من الناس عن القراءة التي هي غذاء الروح فعلا يعني كما أن الحياة الطعام والشراب غذاء الجسد فالشعر والأدب في عامته غذاء للروح الحياة لعبت دورا كبيرا في ابتعاد الناس عن الشعر والقراءة ثانيا أنا أضع اللوم على شعراء أنفسهم أيضا في هذا الأمر لأنهم ربما لم يستطيعوا أن يواكبوا ما يفكر به هذا الجيل لم يستطيعوا أن يتكلموا ربما عن عما يعانونه لم يقتربوا منه كما ينبغي وكما يجب كما ينبغي خاصة أيضا من ناحية اللغة منهم ذهب إلى أغرق بالقدم ومنهم من أغرق في الحداثة تطرف إلى كثير من فكرة أنه يبحث عن النخبة فقط ربما وكلاهما ضيع الجيلة ضيع الجمهور ولكن بكل تأكيد الشعر لا يموت نعم الشعر ديوان العرب كان موجودا سابقا وسيظل موجودا فهو يعني الوعاء الثقافي الذي يتسع لكل الأجناس الأدبية بكل تأكيد أحسنت وهو إن مر بكبوة لا بد وأنه سيقوم من كبوته إنما هي مرحلة مرحلة عابرة مرحلة عابرة ومن ثم يعود له نظاره وموجه الذي تعودنا عليه إلى مسك الختام الآن أريد قصيدة تصلح خاتمة لهذه الحلقة يا ناصر أدركنا الوقت ما رأيك؟ مر الوقت سريع؟ تفضل سأقرأ قصيدة كتبتها في منح الرسول صلى الله عليه وسلم عليه أفضل وسأدخل في القسم الثاني لطالما أن الوقت لا بأس لك أن تقرأها كامل لا تفضل لا مشكلة اليوم يا صحب اليوم يا صحب لا لوم ولا عذل اليوم حب وشعر كله غزل آه من الحب كم من أمة غرقت في بحره ولكم قد أسخنت مقل وكم أناس به البابهم فقدوا وكم أناس بلا حرب به قتلوا وكم وضعت بحسبان تجنبه وقلت إن جاء عندي البأس والحيل والحب كالموت إما جاء صاحبه فليس يعصمه واد ولا جبل ولا جبل الله ما كان مني ما كان مني لما جاءني عرضا إلا لسلطانه أن رحت أمتثل وكيف لا وأمامي غادة عبرت خلت دمائي في الشريان تشتعل بديعة الحسن جل الله مبدعها إذا الذهول رأاها سوف ينذهل هممت أكتب شعرا في محاسنها راحت إلى خاطري تسابق الجمل الوجه لا يدموسا حين أخرجها بسحر طلعته الأقمار تغتسل والخد أضوع من مليون زنبقة والخد أرشق من مستفعل فعل يا سلام والجيد من سندس حيكت نعومته يفضي لنهرين ذا ماء وذا عسل ومقلتان أضاء الكون نورهما لو لا هما الحب لم يعرف ولا الغزل هذه المحاسن هذه المحاسن ما كانت لتصرفني عن مدح من لم يجأ من بعده رسل هو الجميل هو الجميل الذي لا حسن يعدله نور محياه فيه يضرب المثل حاز الجمال بشطريه وما أحد من قبل أو بعد فيه الحسن مكتمل هو الكريم فلو قيس الكرام به ترى الكرام بكأس الماء قد بخله يعفو ويصفح يعفو ويصفح عن من قد أساء له قلب نقي إليه الحقد لا يصل هو الطبيب لداء لا شفاء له رضابه بلسم تشفى به العلال كالأم كالأم في بيته الزوجي والرجل المقدام في الحرب نعم الزوج والرجل لم يجحد المصطفى أخلاق من سبق بل فيه تممت الأخلاق والمثل رب الفصاحة حتى صمته لغة والصمت يوجز ما لا توجز الجمل كفاه مجدا كفاه مجدا خلاف الخلق أجمعهم أن ذكره مع ذكر الله متصل يا رحمة يا رحمة أرسلت للناس قاطبة وقدوة يقتديها الطفل والرجل وحق من أنزل القرآن تذكرة آياته محكمات ما بها خلل لكم بقلبي حب ليس يعدله حب وإن لم يكن في حجمه العمل وإنني خازن ذا الحب في كبدي كالماء يخزنه للشدة الجمل لكم بقلبي حب ليس يعدله حب وإن لم يكن في حجمه العمل يا سلام عليكم وإنني خازن ذا الحب في كبدي كالماء يخزنه للشدة الجمل فلتعذروني إذا لم يستطع قلم التعبير عنه ولا يأخذكم العذل جهدت بالبحث عن لفظ وعن صور علي لتوصيفكم يا سيدي أصل نسيت من فرط جهلي فيك وخجلي أن ليس من صور تكفيك أو جمل كلفت نفسي ما لا تستطيع كلفت نفسي ما لا تستطيع ومن ينظر إلى الشمس لا تسلم له مقل يا سلام يعني أكرم وأنعم وأنعم وأكرم بها من خاتمة يا ناصر أجدت الختام كما أجدت الافتتاع كما أجدت فيما بينهما أيضا أنت شاعر جميل نرجو لك التوفيق في مسيرتك الشارية ولقصائدك أن تظل متألقة وصاعد صعود الرغبة الحية من إنسان حي إلى السماء لتملأها نجوما وإضاءة فبكل قصيدة تكتبها تزيد الحياة سعادة وتولد في السماء نجما وهذا رأيي ووالله لم أقله من قبل لأحد فكن على جادة الشعر وكن كما أنت دائما شكرا لك أستاذ مصطفى على هذه الاصطدافة الجميلة وهذه الكلمات التي أفتخر واعتز بها وشكرا لكل القائمين على هذا البرنامج الجميل بيت القصيد شكرا لك يا ناصر مشاهدين الكرام وصلنا إلى ختام هذه الحلقة في الأسبوع المقبل بحول الله وإذنه وقوته يتجدد لقاؤنا وإياكم رفقة شاعر آخر وحتى ذلك الحين لكم مني أطلب التمنيات دائما كونوا بحرية لا تنتهي ولا تتنازلوا عنها ودائما كونوا بشعر والسلام إلى اللقاء شكرا يا ناصر شكرا يا ناصر